ناخد محرق خبر أيضا من اليوم السابع بيقول الرئيس السيسي لقادة العالم اعطوا الشباب مفاتيح القيادة فلا مستقبل بغيرهم زي ما ابتدينا بكلمة الرئيس عن الشباب برضو بنكمل هنا الرئيس هو بتكلم عن الشباب يقول لا مستقبل بغير الشباب طبعا يعني المستقبل كله مفتاحه في ايدي الشباب فعلموهم بس يعرفوا يفتحوا الكلون من دلوقتي يعرفوا الباب ازاي وعلشان لما يفتحوا الباب ويخشوا ما يبقوا عرفوا اولا يفتحوا باب المستقبل فده هيفتحوا ازاي هيفتحوا بالعلم انه لابد انه يبقى فيه تعليم جيد جدا للشباب لانه انت في مرحلة العلم حتى بقى فيه درجات يعني اللي حيتقدم يعني بقى فيه سرعة الساروخ في التقدم العلمي مش مجرد انك انت بس تبقى خريك جمعة ولا تبقى حتى معك رسالة الدكتوراء او غيره لا ده مهم جدا انت فكرة الابداع والابتكار انت شبابك هيقول العالم ازاي دي نمر واحد دي نمر اتنين انك عهد مصر دائما تصدر الحضارة وتصدر الفكر وتصدر الرؤى فانت اذا كان في بعض الدول بتصدر الخراب وبتصدر الدمار وبتصدر الموت احنا بنصدر الحياة وبنصدر حب المستقبل فانا شايف ان دعوة رئيسي لقادة العالم او لدول العالم كلها انها وخاصة ان هو بيتكلم بيعتباره رئيس الاتحاد الافريقي وبيتكلم بيعتباره رئيس اكبر دولة عربية وهكذا فاذا اذا كانت هذه الرسالة ليست موجهة للغرب لان هو بيعمل كده وبنشوف رؤساء وزراء ورؤساء جمهوريات شباب لكنها موجهة في المقام الاول لدول العالم الثالث وافريكا بشكل خاص